ولا من أجل هذا يثبت وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت الأواصف فيثبت على الحق ونبهنا أحد الإخوة على أن ذلك الرجل قد بيّن ما أخذه العلماء عليه فهل من الإنصاف لطالب العلم أن يسمع دفاعه عن نفسه وأن يقوى ما كتبه طلابه في الدفاع عنه يزاكم الله خيرا أعلم بارك الله فيك أن من كان على السنة وتكلم فيه العلماء بالدليل والبرهات والحجة فإنه يحذر منه إذا بدعه يبدع أما ما ذكرته لهذا الأخ بأنه يسمع دفاع ذلك المحذر منه عن نفسه أو دفاع طلابه عنه وهذا من الخبط والخلط وعدم الثقة في العلماء لأن المتكلم فيه قد يدافع عن نفسه بالباطل وهذا رأيناه ويدافع عنه طلابه بالباطل وهذا قد رأيناه كما وقع من أتباع أبي الحسن ومن أتباع الحلوي ومن أتباع الحجور كل هؤلاء حاولوا أن يدافع عن متبوعيهم والانتصار لهم بالباطل وليس بالدليل والحجة فأخش أن يقع هذا في تلبيس أولئك فأليه أن يثق بالعلماء وأن يقرأ لهم والعلماء إذا راهوا ردا من ذلك المتكلم فيه يستحقوا الكلام تكلموا وإلا فلا يلتفتون له فقد يلبس عن الناس بردود فيضطر العلماء للرد عليه فأليه لزوم غرز العلماء الكبار نبترك هذا الأمر لكن في الحقيقة كأن هذا فيه شيء من التعالم يعني لا يعجبه كلام العلماء الذي قام على الدليل البرهان لابد أن يقف بنفسه ويقرأ على ردود الخصم وثم ذلك يحكم هو فيصبح هو حكما على كلام أهل العلم هذا غير صحيح الطريقة غير سوية الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يقول السائر عافى الله عنا وعنه والسؤال موجه من نيجيريا إذا كنا نعرف رجلا على السنة ثم بدأه العلماء الكبار بعد ذلك ونبهنا أحد الإخوة على أن ذلك الرجل قد بيّن ما أخذه العلماء وعليه فهل من الإنصاف لطالب العلم أن يسمع دفاعه عن نفسه وأن يقرأ ما كتبه طلابه في الدفاع عنه جزاك الله خيرا وأقول وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل لم نرى العلماء المعتبرين الكبار الراسخين في العلم الناصحين للأمة الذين يرجعوا إليهم في نوازل الأمور ومدلهماتها على مدار قرون هذه الأمة منذ كان علم الجرح والتعديل ومنذ كان النصح لله تبارك وتعالى في هذه الأمة تكلموا في مخالف بالسنة وخارج عنها إلا على وجه العلم والتحقيق والعدل والإنصاف وهذه طريقتهم ولله الحمد فيما يبينونه للأمة من أحوال المنحرفين فإذا تكلموا في شخص فإن كلامهم ينزل على هذا الذي ذكرته قبل من أنه قائم على العلم والحجة والنصح والتوجيه ثم الواجب على أهل الإسلام جميعا وفي مقدمتهم طلاب العلم والناشئين والمبتدئين أن يأخذوا كلام علمائهم بنص دلالة الكتاب والسنة والإجماع لأن كلامهم حجة فيما بيّنوه من الحجج قد قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي القراءة الأخرى فتثبتوا ومفهوم المخالفة الذي احتج به جميع العلماء أنه إذا جاء العدل بالخبر وجب قابوله وأهل العلم الراسخون فيه هم أهل العدل والعدالة وخصوصا وتأكيدا في هذا الباب ألا وهو باب التحذير من أهل البدعي والأهواء فإذا سلم بما فرضه السائل في سؤاله من أنه تكلم في أحد كان في ظاهر أمره أو تكلم العلماء أو العالم الراسخ العالم بوجوه التحذير والجرح والتعديل ومن يقوم مقامه في شخص كان ظاهره السنة ثم أخذ هغاء هذه الملاحظات وأجاب عنها أو دافع عنه طلابه كما سماهم السائل والذين هم في الغالب المشجعون له والمتأصبون له فإن أهل العلم هم الذين يجب عليه أن يقدم لهم جوابه على هذه الملاحظات وهذا نقوله على جهة الافتراض وإلا فإن غالب هؤلاء لا يلوون إلى أهل العلم ولا يرفعون بهم رأسا وإنما غاية همتهم الثورة على العلماء وهذا مجرب من عقود ولو كانوا صادقين هم ومن سموا بطلابهم أبينوا هذا لأهل العلم الذين انتقدوا عليهم وبينوا حالهم ثم نقول بجواب ثاني إن طالب العلم هذا الذي سمى فعله إنصافا كيف له أن يصل إلى مرتبة يحكم فيها على كلام هذا الشخص بأنه خطأ أو صواب أو بأنه قد أجاب على المآخذ والملاحظات التي أدين بها فيقول فيما يظل أنه رد به أو بيّنه أو وضحه بأنه قد أزال الإشكال أو أزال لاتبعة عنهم ومعلوم أن دون هذا خرط القتاد كما يقال جواب ثالث وهو أن هذا الشخص أن هذا الشخص لو كان صادقا فيما يقوله لأعلن توبته وتراجعه وأنه وأنه قد أخطأ فيما أخذ عليه لأن أهل العلم لا يردون على المسائل المحتملة أو التي يسع فيها الخلاف أو التي اختلف فيها العلماء وداه وهي داخلة ضمن اجتهادهم لا يردون على السن ردهم على أهل البدع وإنما قد يبينون أو في الغالب أنهم يبينون المسائل العلمية التي اجتهد فيها هذا الشخص أو هذا العالم أو من نسبت إليه بالأدلة وأنه خالف الدليل وهذا كثير في مصنفات أهل العلم وكتبهم لكن نحن نتكلم على رجل كان يتظاهر أو يظهر عليه أو تظهر عليه السنة لكنه أتى البدع وركب موجة الهواء فرد عليه أهل العلم فإذا كان الحال هذا وتحقق مناط هذه المسألة كما ذكرت فإن المسألة لا تحتمل جوابه وإنما يجب عليه التراجع فيها كمن مثلا دعا أهل السنة إلى التفرق وقال لأتباعه وطلابه لا تجتمعوا معهم ولا تقبلوهم وهذا من أشد الفرقة والبدعة ودعوة الناس إلى مخالفة الكتاب والسنة وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم وما قرره أهل الإسلام في كل زمان ومكان بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن من السنة ترك السنة لتأليف القلوب وهذا يدعو الناس إلى البدعة وإلى الهوى وإلى التفرق وإلى عدم الاجتماع ثم يقول الغافل من أتباعه قال إنما قال هذا بشروط وهو لا يملي علينا فإن شيخنا أعلم منه وأكبر منه سنا شيء سبحان الله أين أصول السلفية التي يدرسها الطالب المبتدي وأن من أعظمها اجتماع الكلمة على كلمة التوحيد والسنة وهذا الباب باب طويل والمقصود تقرير ما سأل عنه السائل من أن هذا الطالب أو هؤلاء الطلاب يزعمون أنهم يريدون أن يقفوا على كلام هذا المخالف وعلى أجوبته لمن تقده عليه أهل العلم وقد كان ذلك المفتول أبو الفتن عندما انتقد العلماء على الضلال من المعاصرين من الجهمية والحلولية والاتحادية ومن خاءوة التكفيريين يقول أنا لا أقبل حتى أقف على الجرح بنفسي حتى أقف على الجرح بنفسي وهو مسكين كما يوصف غيره أبو شبر صدق نفسه ببحث أو بحثين أو فتوى أو فتوتين أفتاه ماء أو كتاب طبعه أو درس أقامه فأراد أن يناطح أهل العلم وأئمة الإسلام فيما يقومون به من النصح للأمة فجادل حتى بلغ جداله المجادلة في من يقول بخلق القرآن ومن يقول ومن يقول إلى غير ذلك والساحة شاهدة أن أهل العلم والتاريخ شاهد وتاريخنا المعاصر ناطق لذلك أن أهل العلم لم يتكلموا في أحد إلا على الحجة ولا يعرف عن أكثرهم الرجوع والبيان والإذعان للحق نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يعفو عننا وعنكم وكرروا النصيحة لهذا الطالب ولهؤلاء الطلاب لأن يلزموا غرج العلماء الكبار فإن هذه هي طريقة السلف الماضين وهي سبب لعصمة المسلم من الشياطين كما قدمنا في آية سورة النساء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه